اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع عشر سكايب حديث عراقي قبل أيام قليلة صدر على تقرير عن الحكومة الحالية في بغداد حكومة مصطفى الكاظمي عنوانا يقولون أنه يعني تفاصيل تقول أنها تكشف عمليات لجنة مكافحة الفساد التي شكلها مصطفى الكاظمي قبل ربما سنة وأكثر برئاسة أبو رغيف حتى يعني حتى الآن الغريب في هذه اللجنة أنو تحدثت في عشر نقاط هذه المنجزات التي أنجزتها طبعا المعلوم لكل العراقي أن حجم الفساد في العراق حجم رهيب وحجم الأموال المسروقة التي بددت في العراق منذ عام 2003 لحد الآن واردات العراق أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار العراق بلد خراب ودمار وكارثة بكل معنى الكلمة كل البناء التحتية مدمرة لا مستشفيات لا مدارس لا جامعات لا طرق لا كل شيء مدمر لا خدمات الكهرباء اللي صرفت عليها أكثر من مئة مليار دولار ما زالت غير غير موجودة ما زال الناس يتظاهرون من أجل من أجلها الخدمات غير موجودة كل شيء معطل في العراق لكن رغم ذلك هذه اللجنة التي صدعوا رؤوسنا بها وقالوا أنها تعمل والآن وكذا ويوميا أخبار عنها والتالي عشر نقاط تعدها بالنقاط عشر نقاط هي التي أنجزتها هم يقولون وهذه النقاط سأقرأها لكم والكل عليهم أن يفكروا طبيعة هذه اللجان وطبيعة ما تفعله وما هو المطلوب من هذه القضية هل هو تسويف هل هو تغطية للفساد أم محاولة فعلا لكشف الفساد وهل يستطيعون كشف الفساد سنقرأ يعني كل هذه الأموال التي سرقت فقط التقارير تتحدث ربما تقارير غربية تتحدث وليس عراقية حتى تحدث ومنها عراقية أيضا تحدث عن ربما قرابة الأربعمائة مليار دولار في البنوك الخارجية هربت من العراق هذه فقط أموال إضافة إلى ممتلكات وإضافة إلى مشتريات وإضافة إلى فيلل وبيوت وشركات ومعامل ومصانع سرقت ونقلت إلى الخارج وكلها معلومة وتريليون ونصف تريليون دولار مليار دولار يعني ألف وخمسمائة مليار دولار سرقت من العراق أو بددت هذا هذا واقع العراق والعراق ما زال بعد 18 سنة في خانة الدول العشرين الأكثر فسادة في العالم سأقرأ لكم ماذا جاء في هذا التقرير اللي يقولون أنه هو هذا يعني يكشف عمليات يعني وكانوا يتفخرون بهذه يقولون النقطة الأولى القبض على مدير شركة كيك كارد على أثر فساد مالي مدير شركة اثنين القبض على محافظ نينة والسابقة أي محافظة القبض على مجموعة من موظفين مصرف الزراعي رابعا القبض على المستشار في هيئة المستشارين والوكيل الأقدم السابق لوزارة الكهرباء الخامسة القبض على مدير عام النافذة الواحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار سابقة سأكمل القراءة لكم وأنتم عليكم أن تعكموا ستة القبض على رئيس هيئة استثمار بغداد السابق كلها السابق طبعا القبض على مدير عام المصرف الزراعي الحكومي ونجله وموظفين آخرين بالمصرف ثمانية القبض على مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة الكهرباء ويشغل منصب مدير عام العقود والاستثمار في الوزارة نفسها سابقا تسعة القبض على الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر العراقية السابق عشرة الحجز على أموال ستة شخصيات من نواب البرلمان ومسؤولون في المحافظات والحكومة الاتحادية هذا مجمل ما جاء هذا مجمل ما فعله هذه لجنة أبو رخيف اللي صدعوا رؤوسنا بها هل هؤلاء يعني هل هذه الفقرات العشرة هي التي تختص بفساد هذا الفساد اللي في العراق اللي أوصل العراق إلى إلى أول دولة من الدول الفاسدة في العالم وإلى يعني الحد الآن هو ضمن المراتب العشرين لأكثر دول فسادة في العالم وكل أموالها منهوبة وكل خدماتها معطلة وكل مصائبها موجودة وكل الناس تأل وكل وكل خياراتها تذهب للآخرين يعني هذه مدير مصرف زراعي مدير معرف منه استثمار مدر وين موظف بالبنك الزراعي أبو الجمعية الهلال الأحمر ست شخصيات من نواب سابقين حاليا اللي أعرف محافظ نينوى سابق واحد مستشار بهيئة المستشارين معتشينوا لكي لقدم وزارة الكهرباء كهرباء فقط بددت منها أكثر من مئة مليار دولار صرفت عليها باعتراف الحكومة وللآن ماكو كهرباء والآن تتحدثون عن هذه الشغلة مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة الكهرباء الله هو أكبر القبض على الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر وبالتالي طيب وين الوزراء اللي سرقوا مليارات والأزمة والجبتوهم منهم فلاح السوداني وقلتوا رح حاكمة وأطلقتوا صراحة أبعافوا عام وأخذف الوسط وغئرة وغئرة وصولاء وغئرة والجعفري والمالكي وبالتالي مليارات وين هذه الأحزاب الفاسدة اللي جاءوا حفات والآن يمكنوا يكون الدنيا كلها كل الأموال بيديهم وبالتالي نحن أمام نكتة نكتة سوداء وراد منها أن يضحكوا على الشعب العراقي مع الأسف الشديد لجنة أبو رغيف ولجنة ما أعرف منهم ومكافحة الفساد واذهبوا للانتخابات لأننا نكافح الفساد وأكو عمل قوي هذا منجزاتكم هكذا أنتم تدينوا أنفسكم هذا حديثكم وليس حديثكم وبالتالي لا تزعلوا البعض لا يجتمنا ولا يقول أن هذا كلام مؤلف منهم هذا تقرير حكومي يقول هذا هذه 1500 مليار دولار عراقي 1500 مليار دولار تعود لخزينة العراق 18 سنة من الخراب والدمار والعراق من سيء إلى أسوأ هذه الفقرات التي تغطي فساد هذه الوزراء والحكومات التي سرقت ونهبت الجمعيات والشخصيات نساء ورجال وأعزاب ومصائب وميليشيات تنهب ليلة نهار والآبر التي تنهب نفطها والموانئ التي أرصفها بيها والمنافذ الحدودية هذا كل ما تحكين عنه على عشر فقرات غريبة عجيبة تتحدثون عن فساد وتريدون من الناس أن يسكتوا هذه كارثة الحقيقة والفساد مؤسسة كاملة المؤسسة الوحيدة التي تعمل في العراق والكل يختمه هذا وقع الحال أشكركم والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة